الجنيه السوداني يستمر في تراجعه أمام العمولات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي إذ بلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية أكثر من 21 جنيهاً بزيادة نحو ثلاثة جنيهات في ظرف أسبوعين فقط مسجلاً بذلك إن خفاضاً لم يسبق له متيل تتعدد أسباب هذا التراجع لكن الحكومة التي كانت تعول على رفع العقوبات الاقتصادية في إنعاش اقتصادها وبالتالي تحكمها في سعر صرف العملة تلقي باللائمة على من تصفهم بالمضاربين بالعملات الأجنبية تجار العملة خارج إطار الأسواق الرسمية يستغلون أي فرصة لإهام الناس بأن هناك متغيرات اقتصادية إذا نظر ما هو المتغير الذي يجعل الجنيه يتراجع لا متغير أبو بكر نصر الدين مدير شركة نيو سبوتنيكس للتجارة والتصدير يقول إن تجارته تأثرت سلباً إذ ليس بوسعي الآن استيراد أو تصدير كميات استلع نفسها كما في العام الماضي خشية تكبد خسائر مالية كبيرة أحياناً أنت بيكون عندك عقد ويكون السوق عالبياً انخفض فإنت عشان توفي بالتزامك بيضطر أنك تصدر بسناً بأقل من السعر فالعائد بتاعب يكون ضعيف جداً فتتعرض لخسارة كبيرة يستورد السودان أكثر من ثمانين في المئة من السلع ويصرف عليها نحو تسعة مليارات دولار سنوياً بينما لم تتجاوز حج مصادراته أربعة مليارات دولار سنوياً لكن خبراء يرون أن الأزمة تكمن في فشل السياسات التي يتبعها البنك المركزي ويخشون أن تتسبب في كارثة بنك السودان ليست لديه أي سيطرة وليست لديه أي آلية لوقف تدهور الجنيه السوداني الجنيه السوداني أصبح الآن في زمة تيارة العملة تعمقت الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر العملة الوطنية بفقد البلاد سبعين في المئة من عائدات نفط جنوب السودان نحو أربعة مليارات دولار هو حجم التعاملات التجارية التي تتم خارج نطاق النظام المصرفي هكذا يقول مراقبون وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للسيطرة على سعر صرف العملة الوطنية عبدالباق العوض الحرة الخرطو ترجمة نانسي قنقر